نحكي عن الجرثومة الحلزونية كيف نعرفها؟ ما هي؟ يعني أول شيء هي عبارة عن بكتيريا موجودة بالمعدة عند بعض الناس وطبعاً ما بصير نقول بعض عند الغالبية فهي وجودها صامت أحياناً تكتشف بالصدفة وهي رائجة يعني جداً جداً موجودة بنسب كبيرة وتسبب أمراض في بعض الناس يعني بهمنا نحكي هون مين وكيف وين لازم نبحث عن هذه الجرثومة كونها موجودة بنسبة بالغالبية العظمى فالفحوصات لإلها أحياناً بدون داعي بتأدي إلى أنه إذا ما صابت ما خابت لأنه إحنا بتصفي عشوائي النتيجة الإيجابية لا تحل مشكلة المريض نعم يعني لما نحكي عن هذا الموضوع تحديداً دكتورة أحب لو سمحت تشرحي لنا أكتر إيش يعني هي موجودة عند الغالبية وإذا هي موجودة عند الغالبية لا داعي أنه نحن نفحصها أو كيف الطريقة الصحيحة أنه نفحص نعم هي عبارة عن بكتيريا بتكون موجودة بالمعدة عادة نعم وبتكون بالجزء اللي منسميها الأنترام اللي هي المنطقة اللي عند فتحة فوهة الفؤاد اللي بدأت تعدي على الأمعاء الدقيقة إذا أخذ عينات هي بتيجي من الأكل عادة والسوائل والمشرب الملوثين فيها هي سألتني إذا بالحلقة إذا بتعدي صحيح في العدوى بتكون من خلال اللعاب يعني فبالتالي أنت لما بدك تعالجها لازم تعالج البارتنرز الأزواج أو الناس اللي مرتبطين ببعض هي بكتيريا بوجودها لا يعني دائماً المرض لكن هي وجدة بالدراسات أنها تؤدي إلى أمراض كثيرة وأعراض هاي أعراضها أي شيء بالمعدة العيان ممكن ممكن تعمل عسر هضم ممكن بظروف هلا بنا نحكي عنها تأسب لتقرحات بالعادة الـ 12 أكثر إذا كان عندنا قرحة بالـ 12 فعالأغلب فوق 92% من هذول ناس نعتبر عندهم الحلزونية المعدة قد تكون قرحتها مرتبطة بوجودها أو غير مرتبطة يقال إنها بعد 10، 15، 20 سنة ممكن تسبب سرطان معدل وهذا الإشي اللي أقلق الناس وخلى كل حد بيشكي من أي شيء أول شيء بفكره يفحصوا له إياه الحلزونية وهذا غير محبب في الطب لأنها زي أي شيء تاني في إلها أين تن لازم نفحص له الحلزونية دواعي الفحص يعني تمام طب ما هي دواعي الفحص دكتورة؟ دواعي الفحص أول شيء إنه أي شخص فيه في عائلته سرطان معدل معروف إنه هذه العائلة فيها سرطان معدل على وجه الأخص لنفومة المعدة نعم شيء ثاني الناس اللي عندهم تقرحات أو سيرة مرضية لتقرحات معوية وبيدي أعطيهم أدوية قد تسبب تقرحات زي إيش؟ زي أسبرين زي أدوية مضادة الالتهاب كلها اللاستيرودية اللي زي الفولترين البروفين الكتافلام يعني سميها اللي بنستعملها بمسكنات المفاصل بيوجع الرأس بيألم العضلات بيعند دكتور الأسنان فبالتالي واحد بده ياخد هاي الأدوية لسنين لأنه عنده مرض مزمن قبل أعطيها بتأكد إنه ما عنده الحلزونية واحد بدي أعطيه مثلاً ممي على القلب لأنه حط شبكات أسبرين بلافكس لازم أبحث عنها فبالتالي نبحث عنها في بعض الحالات فيه داعي حديث جداً وأنا ما بحبوش كتير بس لازم ينحك فيه اللي هو بلون المعدة يقال إنه وجودها بالمعدة وتعمل بلون للتنحيف تعرف هاي الأساليب الحديثة للتنحيف اللي كلها مؤقتة ولا يعني لا أرى نفعها طويل المدى بس لازم هذا المريض تعالج له الحلزونية قبل يخفف عليه من أعراض اللعيان والاستفراغ والغلبة فيما بعد بعد ما تحط زرع له البلون هاي الدواعي الأساسية بس مش كل حدا أنا منفوخ بطني بيوجعني مرات بوجوني ناس نفحصوها لأنه عندهم إسهال وهذا غير علمي أبداً وغير صائب صراحة نعم نعم يعني بجوز الأطباء بيحاولوا أنهم يبحثوا عنها بشكل مباشر طب إذا الموجودة يعني حضرتك عم تحكي إنه كثير من الأشخاص عندهم جرثومة حلزونية إذا هي موجودة وما فيش أعراض معناته ما بتأثر؟ هلا هي إحنا أكيد في عنا كثير إشياء وجراثيم وأمراض صامتة بجسمنا نعم لكن دائما إحنا لازم نلجأ للبروتوكولات العالمية في متى نبحث عن هذا الشيء وبأي فترة وما هي الدواعي مثلا في ناس مرضى الارتداد المريئي على سبيل المثال لا زال بالعلم يبحث هل نعالج عندهم الحلزونية أم لا نعم يقال بأنها تمنع سرطان المريء وجودها نعم فبالتالي إذا المريض يجي عنده حرقة عنده ارتداد مريئي بعالج له الارتداد المريئي ما في داعي أنا أبحث إلا إذا صار في داعي فيما بعد نظرنا مثلا وجدنا التهاب بجدار المعيدة وجدنا قرحة بالمعيدة نأخذ عينة للبحث عن هذه الجرثومة ونعالجها بس بشكل عام إذا إجابي زي ما بنحكي straight forward عندي حرقة وعندي ارتداد مريئي بعالج هذا الارتداد ولا أدخل نفسي في متاهة موجودة أو لا فتخيل لو بدي أفحص 100 شخص موجودة مثلا ب87 واحد هل من المنطق أني أعطي مضادات حيوية ل87 واحد ما شكوا من شيء تمام فنحن نعتمد على الأعراض طيب طريقة العلاج دكتورة ما هي لما بتثبت أنها موجودة وأن هذا المريض بحاجة إلى العلاج العلاج عبارة عن علاجات معدة على معدة فارغة في الصباح وفي المساء يليها مضادات حيوية حسب كل مريض إلو ما يناسبه من هاي المضادات بل كإذا عنده حساسيات بنسلين نختار نوع معين إذا أخذ لفترة قريبة أنواع معينة نبعد عنها لأنه بيصير مقاومة عليها فالطبيب المختص هو الذي يختار العلاج وبحب أنوه أنه مش غلط إحنا كمان نبحث يعني إحنا مين ما كان الشخص الأمامنا نحن بشر والخطأ وارد عند البشر فالمنطق بيحكي أنه أنا بدخل إحنا بنستعمل التليفونات الذكية لكل شي وبدرس بشوف والله الأنسب لأنني أنا عم بشوف كتير جرع خاطئة هذه الجرع الخاطئة تقول إلى علاج غير مكتمل وبالتالي بكتيريا مضعفة وغير مقتولة وبالتالي بس نرفع العلاج ستقوى عاملة طفرة وتكون مقاومة لأي مضاد فيما بعد فبالتالي بتمنى على الجميع يبحث في طريقة العلاج قبل ما يبدأ بالجرع شيء مهم كتير بعد ما خلصت العلاج وبدي أفحص لها لا يجوز فحصها في الدم بترجى المختبرات بترجى الناس بترجى بعض الأطباء الدم سيبقى إيجابي ممكن إلى الأبد لأنها أجسام مضادة ما دام وجدت البكتيريا في جسم هذا الإنسان وصنعت لها الأجسام المضادة قد تبقى مدى الحياة إذن لا يجوز أن أبقى أعطي المريض مضادات حيوية على اعتبار أن البكتيريا موجودة فالبكتيريا علجت بدي أشيك عليها طابة أو لا أفحص البراز أو فحص النفس وحتى هذه لها شروط حتى أفحص البراز لازم أتأكد مريضي لا بياخد دوام عده ولا بياخد مضاد حيوي على الأقل أسبوعين تمام فهناك اشتراطات واضحة جدا هناك نصائح دكتورة للأشخاص بشكل عام لحتى لا يصابوا بهذه الجرثومة بشكل عام أو مثلا نصائح للأشخاص اللي بيحسوا من أعراض مثلا خفيفة كيف يتعاملوا معها نعم أهم شيء الشخص ينتبه لنفسه ما هي معايير التغير يعني إذا الشخص عنده طول عمره حرقة أو عنده ألم برأس المعدته أو عنده إذا رافقوا فجأة شيء يرن الجرس من مثلا فقدان شهية نزور بالوزن استفراغ دم أو براز أسود أو الأعراض لازمته ليل ونهار ودائما الأعراض اللي بتصحي المريض بالليل ترن جرس عادة هذا المريض بحاجة إنه يراجع طبيب بعد ذلك ممكن يلجأ إلى نمط الحياة السليم يعالج حاله بالإشياء البسيطة المتوفرة عنده زي إنه مثلا ما يأكلش بالليل ما يدخن ما يتعاطى الأكل اللي بأذيه والأكل صراحة ما فيه قائمة بأكل كله لا تأكل كل إنسان فيه عنده مأكولات بتزيد له إفراز الحامض بتضايق معدته تختلف عن الإنسان وعلى الأغلب كل شخص بيكون عارف الأكل اللي بناسكو مية بالمية مراجعة الطبيب نعم مراجعة الطبيب دائما حسب مثلا بعيلته أمراض خطيرة أو رام بعيلته أو هو نفسه تغيرت عليه الأمور أكتر من المعتاد أو طبيبه العام حوله يعني كثير ضروري نراجع طبيب الأسرة طبيبنا العام نفهم منه وين إحنا لازم نروح وقديش ضروري إنه نبعد بفحصاتنا ونلجأ إلى ما هو أعلى طبعا العمر الكبير دائما بده رعاية تختلف عن الشباب يعني لما حدا شاب صغير بيدخن بيتعشم تأخر بيجي عنده ارتداد مريء مثلا أو وجع بمعدته ممكن تجرب معها الأدوية البسيطة ويتحسن ويستجيب وما يحتاج لأكتر من هي نعم نعم جميل جدا بدأت شكرك جزيل الشكر دكتورة ميسمع كروش أخصائف جهاز الجهاز الهضمي والكبد شكرا جزيلا نيت أهلا أهلا يعطيك شكرا جزيلا